الجزائر ولما نقول الجزائر يعني بلد المليون ونصف شهيد وهم في الحقيقة مش مليون ونصف هم سبعة مليون شهيد الجزائر التي ناضلت وكافحت الاحتلال الفرنسي 132 سنة ولم تستكين ولم تستريح إلا بنيل استقلالها فتحياتنا إلى الشعب الجزائري المناضل الجزائر ليه تسمت الجزائر بهذا الاسم؟ كانت تسمى جزائر بني مزغنة في الأول كانت بتتسمى جزائر بني مزغنة مين اللي سمها جزائر بني مزغنة؟ بلكين ابن زيري اللي هو مؤسس الدولة الزيرية وسمها كده علشان كان فيه أربع جزر فعليها سمها كده سمها جزائر بني مزغنة هو مؤسس الدولة الزيرية وسمها على أنقاض المدينة الفينقية كان اسمها إيكوزيم سمها بالاسم ده سنة 960 ميلادية وذلك بسبب أربع جزر موجودين وكانت بتسمى هذه الجزائر أو جزائر بني مزغاناة كانت بتتسمى العاصمة بس اللي هي الجزائر كلمة العاصمة فقط مدينة الجزائر العاصمة لما جمعوا العصمانيين ودخلوا الجزائر سموا الجزائر كاملة سموها الجزائر يعني ما بيجيش الاسم ده بيطلق على العاصمة فقط بيجي بيطلق على دولة الجزائر شكرا